بعد تجميد الحكومة للتوظيف في الإدارات العمومية الداخلية ترخص الولايات الجمهورية بتوظيف المستخدمين على حساب الميزانية اللامركزية للولاية القرار الصادر في العدد الأخي من الجريدة الرسمية سيشمل بعض الأسلاك والمناصب التي يمكن للولايات توظيفها حسب الحاجة وذلك ملجل تأطيل تسيير دوائن رؤساء المجالس الشعبية الولائية من بين رطيب الأسلاك التالية المتصرفون الإقليميون ملحقوا لإدارة الإقليمية أعوانوا كتابوا الإدارة محاسبوا الإدارة المترجمون الوثائقيون أو مناء المحفوظات للإدارة الإقليمية ويمكن للولات توظيف المستخدمين لتأطيل تنفيذ البرامج التنووية من بين المتصرفون الإقليميون مهندس الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية مهندس الإحصائية مهندس الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري المهندسون المعماريون وانفتشون نظافة والنقاوة العمومية والبيئة القرار سيشمل أيضا المستخدمين في إطارة تنفيذ الأعمال المرتبطة بأشغال تهيئة الطرقات والمسارك الولائية وصيانته والحفاظ عليها من بين تقني الإدارة والأعوان التقنية للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الأعوان الشاغلين مناصب مطابقة نشاطات الحفظ والصيانة والخدمات كما يسمح للولات بتوظيف المستخدمين لإجراءة صيانة الأملاك العقارية من بين تقني الإدارة الإقليمية والأعوان التقنيين في التسيير التقني والحضري الأعوان الشاغلين من المناصب مطابقة نشاطات الحفظ والصيانة هذا ويخضع توظيف المستخدمين المعنيين لموافقة مسبقة لمصالح وزارة الداخلية والجماعة المحلية